بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن فرغنا من الكلام على الآيات من قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوت الكتاب من قبلكم إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يطيب لنا الآن أن نستجلي بعض ما فيها من الآيات فنقول يوخذ من هذه الآيات أهمية التقوى وأنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وعرفنا معنى التقوى قد علق الله على التقوى خيرات كثيرة قال سبحانه وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في وعد المتقين إن المتقين في جنات وعيوم إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وثمرات التقوى كثيرة جدا وهي متفرقة في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات لطف الله بعباده حيث يوصيهم بما فيه مصلحتهم مع غناه عنهم سبحانه وتعالى فهو أوصاهم بتقواه لا لأجل حاجته إلى أنهم يتقونه ولكن لحاجتهم هم لأن يتقوا الله لما يترتب على التقوى من مصالحهم العاجلة والآجلة وفيها وصف الله بأنه غني حميد وما يتضمنه هذان الوصفان فالغني يعلق القلوب به سبحانه وتعالى لأن له خزائن السماوات والأرض وغناه سبحانه وتعالى لا ينقص ولا يضيق بل إنه سبحانه وتعالى يعطي عباده على اختلاف أصنافهم وحاجاتهم ولا تنقص خزائنه ولا ينقص غناه وهو حميد سبحانه وتعالى بمعنى أنه محمود على كل ما يفعل سبحانه وتعالى يوخذ منها ملكية الله لكل شيء في العالم العلوي والسفلي فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض ولهذا تحدى المشركين قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قال سبحانه إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمين فالله سبحانه وتعالى هو المستقل بملكية المخلوقات وما دام هو المستقل بذلك وهو المالك لكل شيء فإنه يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى وأن تتعلق القلوب به وحده سبحانه وتعالى فيوخذ من هذه الآية بطلان عبادة ما سوى الله ممن لا يملك قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلة من سائر المخلوقات فإنها لا تملك إلا ما ملكها الله إياه وأما الملك المطلق فهو له سبحانه وتعالى يوخذ منها أنه سبحانه وتعالى موكول إليه التصرف في مخلوقاته والقيام عليها أنه مع سعة ملكه لما في السماوات وما في الأرض فإنه يتصرف فيها ولا يعجزه شيء من شؤونها بل إنه هو القائم على كل نفس بما كسبت ومن أسمائه العظمى من أسمائه الحسنى الحي القيوم القيوم الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى واستغنى عن خلقه والمقيم لغيره فكل مخلوق فإنه محتاج في قيامه ووجوده إلى الله سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات تمام قدرته على إفناء الخلق واستبدالهم بغيرهم فلو شاء سبحانه وتعالى لأهلك جميع الخلق لحظة واحدة كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه فيهلكهم جميعاً ولا أحد يمتنع عن قدرة الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قدرته سبحانه وأنه لا يقوم لغضبه وأخذه شيء جل وعلا يوخذ من هذه الآيات أنه يستبدل العصات بالمطيعين كما هو واقع ومشاهد فإن الأرض لله جل وعلا يورثها من يشاء من عباده كما أهلك فرعون وجنوده واستبدلهم ببني إسرائيل وبأمة موسى عليه السلام قال عسى ربك من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولما ذكر الله إهلاك فرعون قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون إذن فالمسلمون الآن لا ييأسوا حينما يتسلط الكفار بقوتهم وسطوتهم على بلاد المسلمين ويخزون بلاد المسلمين ويريدون أن يغيروا دينهم وعقيدتهم عليهم الصبر والثبات وانتظار الفرج فإن هذه أمة طاغية وباغية وزوالها قريب بإذن الله فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل قال تعالى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّا أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ قال سبحانه وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ فعلى المسلمين أن يثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى ويصبروا على دينهم وعلى أذى عدوهم فإن الفرج قريب وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته